اشتركوا في القناة كان اذا كان في الزمن محدود شو يعني محدود يعني قبل الف سنة مثلا كان قبل الف سنة متوقع انه يزول مشيك قد ما يدوم متوقع انه يزول ليش لانه له ماضي محدود ولكن نفسها كان ممكن تدل على ما لا نهاية في الماضي يعني ما فيش بداية كيف الخالق الان وجود له بداية منذ لا بداية كان اذا كان لا بداية كان اذا كان كان الماضي هذا لا بداية يعني لا نهائي اي زيادة عليه لا تؤثر ولذلك الاساتذة الرياضيات شبع المطلاب بيقولوا لهم مليون زائد او عفوا مليون زائد عشر ملايين هي صارو ت merits 10 لانه المليون Eastern محدود زائد 10 هاي محدود لا بهمنيش العشر المحدود هي صارو 11 طيب ما لا نهاية في العدد زائد مليون ما لا نهاية زائد مليار ما لا نهاية ناقص مليار ما لا نهاية ليش لانه في الماضي مش محدود فهذا كان إذا متعلق بمحدود في الماضي معناته ممكن هذا اللي كان ما يكونش في المستقبل بس إذا متعلق بلا نهائي خلاص كان في الماضي تحتم أن يكون باقي في المستقبل تحتم لأنه لا نهائي في الماضي مهما يضعف له ولذلك كيف كنا على فكرة نحن صغار لما كانت الناس عندها نعراف عقائدي بطلوها اليوم كانوا يغلبون كثير آه كنا نيجن كلهم دككوا معي من ضمن الكلام اللي في بعض علماء الفيزياء بغض النظر صح ولا غلط هو بتكلم شو بقول بقول أنه في الكون الآن الكون أنتو بتعرفوا أنه لما يكون في درجة مثلا في أجسام حرارتها عالي جدا ها وفي عندك مساحات حائلة باردة فدائما الكون الآن بفقد الساخن بفقد لصالح إيش تعرفوا ما هو بنتقل الحرارة يأتي يوم من الأيام هذا على ذمة فيزيائي يأتي يوم من الأيام درجة حرارة الكون كله شو بدها تصير واحدة كيف لما تجيب أنت غرفتين واحدة مسكرة والثانية مسكرة وهذه فيها الآن حرارة شديدة وهذه كبردة بعدين تفتحهم مع بعض بعد سعتين ثلاثة بترجع شو بتلاقي درجة الحرارة في التنتين متساوية لأنه في انتقال حراري تنتقل الطاقة فأجل شو قال هذا الفيزيائي قال وبما أن الكون الآن فيه تفاوت بما أن الكون فيه تفاوت حراري إذن له ماضي محدود ليش؟ لأنه بعده ما استقرش ليش؟ لأنه بده زمن إذن الزمن الزمن في المستقبل رح يؤدي إلى تساوي طيب إذن الزمن الماضي غير كافي إذن الزمن الماضي محدود شوفتوا كيف ممكن بالعقل وذلك كنا نقول للشباب أحيانا في الأرض هون نقول كلهم اليورانيوم هو اليورانيوم على فكرة مادة مشعة بفقد مثلا فترة نصف العمر اللي بسموها مثلا اليورانيوم أو غير من شو معنات فترة نصف العمر عندي مادة مشعة مثلا نفرض فترة نصف العمر مليون سنة عندي كيلو غرام من هذه المادة المشعة كيلو غرام بعد مليون سنة نص الكيلو بتحول لراديوم مثلا والنصف الثاني بيظل يورانيوم هذا النصف اللي يظل يورانيوم بعد مليون سنة بتحول نصفه لراديوم ونصفه لك والنصف اللي يظل يورانيوم بعد مليون سنة هذا إذا فترة نصف العمر مليون تمام هذا بسموه ايش فترة نصف العمر فكنا نقول للشباب نقول لهم في يورانيوم في الأرض يقولوا في نقول لهم ليش بعده ما تحولش لراديوم مثلا أو في الأخير رصاص بتحول ليش بعده ما تحولش لرصاص لأنه الراديوم برضو بشعر والتفاصيل طيب كن يقولوا بده زمن ممتاز معناته الزمن الماضي محدود ما كانش كافي للتحولات خلاص يعني لما نزيد زمن بتحول يقولوا آه خلاص معناته الماضي آه فكان عقدناها اليوم أنا ما كنتش ناوي أدخلها الدخلة آه انتبعتوا في بدهيات عقلية في الموضوع فهون كان الله خلاص ما هو إذا كان لا نهائي في الماضي مهما تضيف عليه بظل كان أو كان بتكون تامة مرات شو معنات تامة يعني بمعنى الكينونة الكينونة مش كان الفعل الماضي الناقص لا كان ما هو إما بتكون فعل الماضي ناقص أو تامة بمعنى الكينونة طيب شو اللي جاب هذا إحنا في موضوعنا شكرا للمشاهدة